السلام عليكم متابعي قناة كلاكت ميديا وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد في فيديو اليوم سنتكلم عن مسلسلات رمضان 2022 السورية والقنوات الناقلة تقبل بداية الفيديو أتمنى منك تضغط لايك للفيديو وتدعمنا باشتراك في القناة والآن دعونا نبدأ قم بتحميل تطبيق شاهد شامي واستمتع بمشاهدة جميع المسلسلات الشامية بدون إعلانات مزعجة شاهد شامي رابط تحميل التطبيق بالوصف أسفل الفيديو طبعا جميع المسلسلات الرح نذكرها خلال الفيديو رح تكون متاحة على تطبيق شاهد شامي ولما بعرف تطبيق شاهد شامي هو تطبيق بيارد المسلسلات العربية والمسلسلات الشامية بشكل خاص رابط تحميل التطبيق بالوصف أسفل الفيديو حنقدم لكم قائمة بمسلسلات رمضان 2022 السورية والقنوات الناقلة لها وفكرة كل عمل درامي وأول مسلسل معانا هو مسلسل بروكار بجزء الثاني بروكار هو مسلسل درامي اجتماعي سوري من نوع البي الشامي تدور حدث المسلسل خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا عام 1942 حيث يحاول أحد المهندسين الفرنسيين سرقت فكرة صناعة أقمشة لبروكار القنوات الناقلة هي قناة سما وقناة سوريا دراما وقناة لنا وقناة سوريا الفضائية وقناة رؤية المسلسل الثاني هو مسلسل حرة القبة بجزء الثاني حرة القبة مسلسل تلفزيون درام اجتماعي سوري من نوع البي الشامي من انتاج شركة عاج لانتاج الفني تدور الاحداث عن الامانة التي يعطيها والد سهيلة قبل وفاته نادين تحسين بيك إلى أبو العز عباس النوري ووصيته كانت أن لا تفتح الامانة إلا بعد مرور سنة من وفاته هل يصون أبو العز الامانة؟ القنوات العارض للمسلسل حتكون هي قناة رؤية وقناة دبي وقناة الشارقة المسلسل الثالث هو مسلسل الكندوش بجزء الثاني الكندوش دراما بيئة شامية تدور حدثه في ثلاثينيات القرن الماضي يحكي عن رجل صاحب نفوذ وقصة غرامه الصادمة مع امرأة أرملة قنوات العرض قناة سوريا دراما وقناة سما وقناة لنا وقناة الشارقة وقناة دبي وقناة الشلال وقناة آسيا وقناة دجلة والمسلسل الرابح هو مسلسل باب الحارة بجزء الاطنعيش القنوات العارضة هتكون قناة الجديد وقناة الشارقة وقناة المنار وقناة التلفزيون الأردني وقناة حواس وقناة المحور المسلسل الخامس هو مسلسل مع وقف التنفيذ مسلسل مع وقف التنفيذ يجمع بين سلفة وخرجي وعباس النوري وغسان مسعود في رمضان 2022 المسلسل يغوز في العوالم النفسية لشخصيته وهو التعاون الثنائي بين سابعي وحجلي ووجيه بعد مسلسل على صفيح ساخن الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا القنوات العارض للمسلسل ستكون قناة سما وقناة سوريا دراما وقناة سوريا الفضائية وقناة لنا وقناة روتانا دراما المسلسل السادس ومسلسل جوقة عزيزة تدور الأحداث في حقبة الانتداب الفرنسي في سوريا وتحديدا حول حياة الراقصة السورية عزيزة والتي يقع في غرامها كولونيل فرنسي القنوات العارضة هي قناة سوريا دراما وقناة السومرية وقناة سما وقناة الراشد تيفي وقناة آسيا وقناة عمان تيفي المسلسل السابح ومسلسل الفرسان الثلاثة أعلن الفنان السوري القدير أيمن زيدان عن عدته للأعمال الكوميدية بعد طول غياب من خلال مسلسل الفرسان الثلاثة الذي سيشارك بالموسم الرمضان المقبل 2022 والقنوات العارضة للمسلسل هي قناة لنا وقناة السومرية وقناة الشلال وقناة دجلة وقناة قطر المسلسل الثامن هو مسلسل كسر عظم قنوات العارض هي قناة سما وقناة سوريا الفضائية والمسلسل التاسع هو مسلسل بيروت 303 قنوات العارض هي قناة لنا تيفي وقناة أم بي سي دراما والمسلسل العاشر هو مسلسل حوازيق القنوات العارضة للمسلسل هي قناة سما وقناة لنا وقناة سوريا دراما وقناة سوريا الفضائية والمسلسل الأخير هو رقم 11 ومسلسل بقعدو الجزء 15 القنوات العارضة هتكون هي قناة واحدة وقناة سما تيفي وده كان فيديو اليوم باتمنكن الفيديو عجبكو لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو وادعمنا باشتراك في القناة شوفك الفيديو الجاي السلام عليكم